بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي بفضله وتوفيقه تتحقق المقاصد والغيات على سيد الخلق نبينا محمد أفضل الصلوات والتسليمات وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيبات الطاهرات وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم جميعا أجمل التحيات فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أما بعد فاسمحوا لي أساتذة الكرام حضور الكريم في بداية هذا العرض المختصر أن أتقدم بجزيل الشكر وجميل العرفان وحسن الثناء لأستاذي الكريم الفقيه الدكتور محمد المصلح الذي أجدني عاجزا عن تقديم حق الشكر المستحق له كيف لا وهو الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا العمل وأعانني عليه من اليوم الذي كان فيه فكرة تحتاج لصياغة عنوانها لتكون أطروحة إلى أن استوى على سوقه وطوال ثلاث سنين من المصاحبة والتوجيه لم يبخل علي بمشورة أو تسديد أو تصحيح ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أو تروا أنكم قد كافأتموه فإني لا أجد ما أكافئوه به على جميل صنعه إلي إلا أن أدعو الله عز وجل له من كل قلبي أن يبارك له في نعمه الظاهرة والباطنة وإني لأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء كما أزجي جزيل الشكر لأستاذي الكريم الفقيه الدكتور نور الدين قراط الذي تفضل مشكورا بقبول مناقشة هذا العمل وأرجو الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما أفادنا به من مساعدة وتأطير في المختبر والشعبة بهذه الكلية المباركة كما أتقدم بجزيل الشكر لأستاذي الكريمين الدكتورين الفقيهين المفضل الممني والأخضر بعلي الذي تعذر عليه الحضور لهذه الجلسة وأسأل الله تعالى أن يتغمد أخاه بواسع رحمته والذي كان سببا في غيابه فقد تشرف أو تشرف الأستاذان الكريمان بقبولهما قراءة هذا العمل من أجل تسديده وتصحيحه واسمحوا لي أن أخص بحسن الثناء وجزيل الشكر والتبجيل للأستاذ الكريم الفقيه الدكتور عبد السلام زياني الذي سعدت أيما سعاده بقبوله لانضمام لتسديد هذا العمل وهو الذي سبقته سمعته الطيبة أخلاقا وعلما وعملا وأشكره أيضا على تجشمه عناء السفر من مدينة فاس العالمة وهذا ما يمنحني شرف الانتساب لمشيخة كلية الشريعة بجلوسي أمام هذا الأستاذ الذائع الصيت بها والشكر موصول أيضا لكل أساتذة الكرام بهذه الكلية العامرة ولكل مشايخي وأساتذتي بدءا بالكتاتيب القرآنية التي حفظت بها القرآن الكريم ومرورا بالمدرسة العمومية التي تلقيت بها تعليمي لابتداء والثانوي في جزء منه وليس انتهاءا بمعهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية بوجده وعلى رأسه أستاذي الكبير الشيخ الدكتور العلام سيد مصطفى بن حمزة واسمحوا لي أن أعبر في هذه الجلسة ولعله لأول مرة في حياتي عن شكر وتقدير الذي لا منتهى له وإهدائي هذا العمل للوالدين الكريمين الذين بدعائهما وبجهدهما وحبهما للقرآن الكريم أكرمهم الله بحفظ أبنائهم الأربعة للقرآن الكريم ودراستهم للعلوم الشرعية وبلوغهم جميعا مرحلة الدكتوراه وهم اليوم في شيخوختهما ما زال يجدان صعوبة في فك حروف الهجاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقد كان حريصين على الحضور وبعد انتظار شهور كان هناك سفر طارئ قبل أيام معدودة وقدر الله أن وقع هذا الواقع من منع السفر فلم يتمكن من الحضور كما أهدي هذا العمل وأجزل الشكر أيضا لأسرتي الصغيرة الحاضرة معي والتي صبرت على تقصيري في حقها وانشغالي بالمكتبة عنها طوال عشر سنوات من التحضير للباكالوريا إلى يومنا المبارك هذا والشكر أخيرا لكل الأصدقاء والمحبين الحاضرين معنا في هذه القاعة والمتابعين خارجها للظروف المناقشة في زمن الوباء عافانا الله وإياكم جميعا منه أساتذة الكرام لا أخفيكم أني تهيبت الموضوع الذي اخترته للعمل في هذه الأطروحة قبل تقحمه وما تزال الهيبة متواصلة وستبقى وذلك لخطورة مسالكه ومنعرجاته وصعوبة عقباته ومنحضراته كيف لو هو موضوع يبحث في أحكام الديون الناشئة عن عقود المعاوضات المالية من حيث الحل والحرمة ويرتبط بتحديد ما يعد ريبا وما لا يعد وهو الموضوع الذي قرنه الله تعالى بحرب من الله ورسوله لكن مع تلكم الهيبة التي كانت وما زالت تلازمني إلا أنها ممزوجة بمتعة البحث في الفقه الإسلامي بمواضيعه وقضاياه المختلفة ومصادره المرتبطة بالوحي الكريم وذلك من أهم ما يجدر بالباحث أن يشتغل به لأن في الاشتغال به استجابة لأمر الله تعالى في القرآن الكريم والذي اعتبره القرآن الكريم جهادا من نوع آخر في قوله تعالى وهو أيضا مؤذن بالخيرية كما نص على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ثم إنه إضافة إلى ذلك اشتغال بالاستجابة لحاجات المجتمع المسلم الذي يرغب في أن يعيش على منهج الإسلام وشريعته الربانية في كل مجالات الحياة لقد عاش العالم الإسلامي حينا من الدهر لم يكن يعرف سوى الشريعة الإسلامية في عقائده وعباداته ومعاملاته إلى أن اصطدم منذ قرنين من الزمان بالأنظمة الغربية فكرا وثقافة وشريعة ما بين الرأسمالية تارة والاشتراكية أخرى وما تولد عن هذين الاتجاهين من تصورات وتشريعات وجد المسلمون أنفسهم غارقين في أوحالها بين عشية وضحاها مع جثوم الاستعمال الغربي وسيطرته على جسد معظم الأمة وأصبحت القاعدة هي تقليد كل ما هو غربي باعتباره السبيل الوحيدة للتقدم والازدهار بدءا بمجال المال والأعمال ومؤسساته ولم يقف الأمر عند هذا الانبهار والتقليد وإنما بث الاستعمار مبدأ التعامل بالفوائد ما يسمى الفوائد وهو الربى بشكل رسمي حتى ترسخ في الأذهان مع مرور الوقت أنه لا مجال للتعامل المالي دون فوائد بين قوسين ودون بنوك تتعامل بها لكن وبعد انفكاك الأمة من جيوش المحتل حاول المخلصون من أبناء الأمة الغيورون على شريعتها تدارك الأمر وإصلاح ما يمكن إصلاحه فانصب التفكير في إحداث صحوة إسلامية عامة في كل الميادين وكان من أهم مجالاتها الدعوة للعودة بالاقتصاد والمال إلى الشريعة الإسلامية فنشأ أواخر القرن الرابع عشر الهجري بعد منتصف القرن العشرين الميلادي ما بات يعرف بالاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية المتميزين كليا عن الاقتصاد الغربي وماليته بكلاش قيه السالفين ومع نشوء هذا الاتجاه واجه مشكلات عويصة اختلف حولها فقهاء العصر ما بين الحل والتحريم فتشدد البعض في الأمر وحرم معظم المعاملات المالية المعاصرة وضيق على الناس الحياة وسبل العيش فيها وتساهل البعض فأفتى بإباحة معظم هذه المعاملات بتوسع وتغاض عن كثير من الضوابط والقواعد الضابطة لأبواب الربى في المعاوضات كما سطرها الفقهاء الأولون وحاجة المسلمين اليوم ملحة لغربلة الموجود من هذه الفتاوى والبحوث وتلك وفق منهج واضح سديد يجب عن أسئلة المسلمين في هذا المجال ويزيل الغبش والاضطراب الذي يحصل نتيجة هذه الآراء المختلفة لدرجة التباين أحيانا من هنا جاء هذا الإسهام الذي أرجو أن يكون لبنة طيبة في موضوع لا أخفي الهيبة الكثيرة أو الكبيرة التي أشعر بها وأنا أتقحمه ببضاعة من العلم مزجاه وقد عنونته بأحكام الدين الناشئ عن عقود المعاوضات بين الفقه المالكي والمعاملات الإسلامية المالية المعاصرة وغير خاف أن هذا العصر الذي نعيش فيه اليوم يعرف أشكالا جديدة وألوانا متباينة من المعاملات المالية الحديثة التي لم يسبق لها ورود قبل سنوات قريبة خلت ناهيك عن أن توجد قبل قرون الأمر الذي يستدعي تتبعا فقهيا حقيقيا لرصدها والتدقيق في صورها من أجل البحث عن الحكم الشرعي المناسب لها وهذا أهم هدف من أهداف هذا العمل التي أجملها في ما يلي أولا رصد قضايا الديون في المعاوضات المالية وتتبعها حسب أبواب الفقه التي وردت بها في المصادر المالكية من أجل الاستفادة منها في المستجدات المعاصرة ثانيا تدقيق النظر في الأقوال المنسوبة لفقهاء المذهب في قضايا الديون من أجل انتقاء الأرجح والأقوى منها والأصلح لمعالجة المستجدات ثالثا معالجة القضايا المستجدة في الديون وفق منهج المدرسة المالكية المعتمدة أو المعتمد على أصول المذهب المالكي في حسن الفهم للنص والاجتهاد في ما لا نص فيه رابعا محاولة مناقشة البحوث المعاصرة والفتاوى الصادرة في المداينات الجديدة والاستدلالات التي يستذل بها عليها قصد الأخذ بالأقوى منها أساتذة الكرام لقد كان موضوع الدين في عقود المعاوضات إذن هو البوصلة التي حددت مسيري من أول كلمة خططتها في هذه الأطروحة إلى آخر كلمة منها ولذلك لا أطيل عليكم بذكر خطة العمل التي هي مبسطة أو مبسوطة في مقدمة الأطروحة لكن في جولة خفيفة جدا أتحدث عن مجمل ما ورد فيها في دقيقة واحدة فقد تناولت في البداية مقدمات ممهدات لما درسته من أحكام فقهية في موضوع الديون ثم قمت بجولة فقهية خلال أبواب الفقه التي ظننت أنها تتناول أحكام الديون في المعاوضات المالية فتناولت الديون الناشئة عن بيوع الآجال إذ هي مظنة أحكام الديون وتضمن البحث فيها بيع العينة وبيع المرابحة والإيجارة لكنني أدرجت معها مبحث المضاربة وإن كان ينتمي في الفهرسة الفقهية غالبا لموضوع الشركات إذ إني ارتأيت صلته الوثيقة بموضوع الديون ثم تناولت بيع الديون ومشتقاتها وكانت مناسبة لتناول المقاصة في الديون بشكليها العتيق والإلكتروني وأحكام السندات والصكوك ومحافظ الاستثمار والأوراق المالية والأوراق التجارية والسداد المبكر للديون ولأن موضوع الديون لا بد أن يحاط بضمانات وتوجيهات شرعية خلقية وأخرى قانونية فقد ختمت هذا العمل بدراسة حماية الديون عبر التوجيه الديني وعقود الضمان أو ما بات يعرف اليوم بعمليات الاعتمان وقد أوضحت في مقدمة الأطروحة تفاصيل خطة هذا العمل بما لا أطيل عليكم به الآن ومما تجدر وفي أثناء ذلك كله حرصت على تنزيل هذه الأحكام الفقهية في شقها الشرعي على الواقع في المعاملات المالية المعاصرة حسب ما تجريه المصارف والمؤسسات الاقتصادية المنطلقة من الاحتكام لنصوص وقواعد الشريعة الإسلامية بغض النظر عن تسميتها وعناوينها أو علاماتها التجارية المختلفة ومما تجدر الإشارة إليه هنا أنني لم أفصل كثيرا في الأحكام ولم أتوسع في الجزئيات والأمثلة وإنما اكتفيت بما يفهم منه المراد إذ القصد هو تتبع أحكام الدين وما له علاقة به في عقود المعاوضات عند السادة المالكية مع الإشارة إلى بعض المذاهب الأخرى عند الحاجة فقط ثم في الأخير ذيلت هذا العمل قبل الفهارس الكاشفة بخاتمة تضمنت خلاصات ونتائج وتوصيات أساتذة الكرام قبل الختام تستدعي طبيعة هذا العمل الاستفادة من مناهج مختلفة فتارة أحتاج إلى منهج الاستقراء والتتبع وتارة أحتاج إلى منهج التحليل والاستنباط وأخرى للمقابلة والمقارنة ولا أطل الحديث في هذا فقد بسطته أيضا في المقدمة ولا يخفى في هذا العمل ضرورة الاعتماد على هذا الأخير أي على المنهج الاستقرائي حيث يكثر في شرح مفاهيمه ومصطلحاته الانطلاق من اللغة ثم مقارنة ذلك للفقه ثم مقارنة ذينك بأقوال أهل القانون وداخل كل مجال من هذه المجالات مقارنات ومقابلات أخرى لا بد منها ونظرا لذلك فقد وجدت لزاما علي أن أورد بين الحين والآخر أقوالا من المذاهب الأخرى مما يمكن الإفادة منه في مستجدات المعاوضات المعاصرة فيما قد يضيق فيه القول في المذهب المالكي أو لبيان مزيته أمام غيره على الرغم من أني قد حصرت الموضوع في العنوان في الفقه المالكي أما فيما يتعلق بالتوثيق المنقولة الواردة فيه فقد آليت على نفسي ما ذكرته في المقدمة ولا أطل به عليكم أيضا من جمع للشواهد القرآنية والشواهد الحديثية أيضا والنقول المستدل بها وكذلك ما يتعلق بترجمة الأعلام والفهارس الكاشفة وقد حصرتها في ستة فهارس فيهرس الآيات القرآنية الكريمة ثم الأحاديث النبوية ثم الآثار ثم الأعلام ثم المصادر والمراجع وقد بلغت المصادر التي اعتمدتها في هذه الأطروحة حوالي أو بالتحديد واحدا وثلاثين أو بلغت ثلاثة وعشرين وثلاثمائة مصدر ومرجع أساتذة الكرام أخيرا لا أزعم الإتيان بجديد في الموضوع وإنما الغرض جمع شتاته ووضع لبنة أخرى أمام الباحثين فيه وما أحاوله إن كان لمحاولة هذه من قيمة المضافة هو صياغة الموضوع بالجمع بينما أورده الفقهاء السابقون في قضايا ديون المعاوضات في صورها العتيقة من جهة وبينما ذكره اللاحقون المعاصرون في استجداتها الفقهية والاقتصادية والقانونية من جهة أخرى على أن تكون الإشكالية التي أتتبعها في كل ذلك هي الديون في فقه المعاوضات وإلا فالبحوث فيه كثيرة والكتابات فيه غزيرة ولا يفوتني هنا أن أنوه بمجمل الكتابات الجادة التي كتبت حول الموضوع وإنما لم أذكر عينة منها لأن ما أفدته منها لم يكن من مصدر أو مرجع وحيد أو مراجع تحمل هذا العنوان بالذات وإنما هي إفادات من مصادر ومراجع فقهية واقتصادية وقانونية مختلفة وفي الختام أجدد شكر لأستاذي الكريم الدكتور محمد المصلح وللجنة الموقرة ولكل من أسهم في مساري العلمي ولو بحرف أو كلمة ولا أنسى القائمين على الخزانات العامة والخزانات التي أفدت منها والمكتبات خصوصا مكتبة معهد البعث الإسلامي والمجلس العلمي ومركز الدراسات وأخيرا ها أنا أضع هذا الجهد المتواضع بين يدي أساتذة الأفاضل ليقوموا البحث ويبينوا الزلل وإني لأسعد الناس اليوم إذ أتيحت لي الفرصة لتقويم هذا العمل وإني لأتعهد بتصويبه حسب ما ستبدونه وتهدونه إلي من تصويباتكم وبيانكم لمواطن الخلل فما رأيتم أني أصبت فيه فذلك بعون الله تعالى ثم بفضل مشايخي وأساتذتي وما رأيتم أني أخطأت فيه فذلك من تقصيري ونفسي وغفلتي وحسبي أني لم آل في عملي هذا جهدا ولا ادخرت وسعا والكمال لله تعالى والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم طبعا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وهو حسب ونعم الوكيل وأستغفر الله أولا وأخيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآل وصحبه أجمعين